الكثير من التصريحات لا تزال تتوالى بشأن الأزمة اليمنية فيما المواجهات العسكرية تزداد ضراوة على طول الجبهة المشتعلة تعز جنوبا حتى الجوف في أقصى الشمال من واشنطن كان التصريح الأبرز الذي أثار الكثير من الجدل على لسان وزير الخارجية الأمريكي والذي نقلت عنه صفحة الوزارة في تويتر طلبه من وزير الدفاع السعودي العمل على تثبيت هدنة لمدة 72 ساعة لتحات الفرصة للنبعوث الأممي لعرض مقترحاته الجديدة بشأن السلام في اليمن حسب قوله تلك التصريحات رأى البعض سعجا أمريكيا جديدا لنقاذ ميليشيا الحوثي خصوصا وأنها تأتي مع أخبار تقدم قوات الشرعية في صرواح بمارب والجوف وتأخر إعلانها لثلاثة أيام عقب اللقاء الذي جمع بين الوزيرين على هامشي قمة العشرين بالصين من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي من لندن أن الحل السياسي في اليمن لا يزال ممكنا إذا ملتزم المتمردون بمقترحات السلام المطروحة ومرجعيتها مجددا دعم حكومتي لسلطة الشرعية في اليمن وأن الحديث عن ترك البلد لحكم جماعة مسلحة غير ممكن إطلاقا كما أنه من غير الممكن تكرار الحالة اللبنانية على الحدود الجنوبية السعودية حسب قوله الحكومة اليمنية أبقت الباب مفتوحا أمام جهود الحل السياسي على الرغم من مضيها في الخيار العسكري مؤكدة على لسان وزير خارجية الذي يزور برلين أن حكومته ليس لديها أي خطط لإقصاء أي طرف من العمليات السياسية مستقبلا بشرط عدم حمل السلاح في إشارة إلى ميليشيا الحوثي أشهر طويلة مضت أثبتت فيها التصريحات أنها أعجز عن إحداث أي تقدم على المسار السياسي للأزمة اليمنية فيما تمضي الحرب إلى نهاية متوقعة كما يبدو ويتتقدم باتجاه العاصمة صنقاء ترجمة نانسي قنقر